اشتركوا في القناة وكررها بالأشهر الماضية ما كان عنده هذا الرغبي بالترشح لذلك أنا قلت لك حماسته الآن إلى تولي رؤس الحكومة هو شعوره بأنه يقدر يقدم إسهامه على مستوى الإنقاذ ويعتقد لو لم يكن لديه معطيات بأنه سينجح ما أعتقد كان غمره هو لا يحتاج إلى اللقب هو رئيس حكومة مرتين ولكن هذه المرة إدراكا بأنه قدر أن يلعب دورا إيجابيا كبيرا لماذا لا أردت أشعر لخبات النيابية لا أعرف على الأقل سمعت منه أكثر من مرة أنه غير متحمس إطلاقا لا أعرف ما اسمه على الأقل قبل التكليف وتولي رؤوس الحكومة كان هو دائما يقول أنا قد لا أترشح ما كان عنده حميسي هل برأيك اليوم على اليوم هذه الحكومة قادرة تغير اليوم قانون الانتخاب أم ستحصل هذه الانتخابات في حال حصلت على نفس قانون الانتخاب؟ بالتأكيد لأنه الوقت قصير قصير ويتعزر الآن وخاصة موضوع تطوير قانون الانتخابات يحتاج إلى حرب بمجلس النواب ويخذ وقت طويل أنا أعتقد ستكون الانتخابات بموعدة مش لأنه بس في ضغط خارجي غربي لأنه حاجة الطبقة السياسية أن تعيد تجديد تمثيل الشعب هي قادرة حتى الآن هذه الطبقة مثل ما عملت بهذه الحكومة عادت اليوم رجعت السلطة بوجوهها الحقيقية إلى السلطة ستنجح بالانتخابات النيابية بالعودة وما سيحصل هذا التغيير الكبير بالمجلس النيابي حتى الآن لا توجد مؤشرات بأنه هناك إمكانية لتغيير بواقع القوى السياسية بالعكس أنا أعتقد هذه الطبقة السياسية قادرة أن تعيد تركيب السلطة مرة أخرى للأسف لأنه لن تستطيع القوى المعارضة أو القوى الاعتراضية الاحتجاجية لا أعرف ما يمكن أن تبلور مشروعا حقيقيا طبعا بغض النظر عن التبريرات في البداية أنه غير مطلوب يكون في قيادة بغض النظر سباب كبير لفشل اليوم عجز الحركة الشعبية برغم أنه شكلت رأي عام إذا هناك حركة اعتراضية على القوى السياسية وما قادرة تغير ممكن هناك يكون فيه أعزوف ممكن تكون نصة بالاقتراع قليلة وليلة وحتى على فكرة هذه الحركة الاعتراضية كانت ظاهرة حتى بالألفين واتمنتعش في مناطق لم تتجاوز العشرين بالمئة ترابلوس بيروت في كثير مناطق لم تتجاوز النسبة العشرين بالمئة حتى إذا أخذت الانتخابات الفريعية في ترابلوس كان في ظاهرة لأول مرة في حوالي خمس تلاف ورقة بيضة طبعا هني قولوا ألفين ورقة بيضة وثلاثة الاقتراع أو الطبق السياسي ممكن نشوف عزوف يعني ممكن الناس ما تروح تنتخيب ممكن تأيى استخدم هذه اليوم سلطة أي ذريع لتأجيل هذه الانتخابات النبي عند حاجة أن تعمل الانتخابات لتجدد لنفسها وتستعيد التمثيل الشعبي لأن حتى الآن لا تزال هي الأقوى بدليل أنت شاهدت كيف تشكلت الحكومة أعودت تركيب نفسها ولكن خليني أقول الآن مع شروط ضاغطة داخليا وخارجيا ربما يعني بيكون أكثر إيجابية والتعويل على هذه الطبقة السياسية ما نهو كثير يعني مشجع كل ما أصاب البلد عبر 30 سنة يستدعي مراجعة الشاملة لكل السياسات وأنا إذا الآن أريد أن أتحدث بالإيجابيات عن الحكومة قد نكون بحجة إلى حوار جدي حتى لا أذهب إلى كلمة مؤتمر أو تأسيس أو شيء برأيك رح يحصل يعني في البعض بيعتبر أنه اليوم أي فشل اليوم بإدارة هذا الانهيار ستؤسس حكما نحن رايحين لمؤتمر تأسيسي لإعادة النظر بشكل النظام السياسي ودوره اليوم بالبلد فشلت أو لم تفشل بعتقد السلطة صارت عزة حتى بأنه تقدم حلول نحن الآن نتحدث عن فرمنة الانهيار وليس عن إدارة قاض بعتقد يعني ما أصاب البلد هو نتيجة خلال بنيوي اهتراع على مستوى البنية السياسية تحلل كل هذا ينطبق علي يعني بدليل أنه عندما يتعذر تشكيل حكومات سريعة هي أحد يعني الجوانب التي تعكس عجز السلطة من إنتاج حلول لذلك قد نحتاج إلى حوار بس أنا ما بدي أقول أنا على غرار الدوحة الطائف ربما يكون الحوار هل في المنطقة اليوم نحن على البارد ممكن إعادة النظر يعني دائما كان تغيير بشكل النظام السياسي ما يصير على البارد يعني هو الآن ليس على البارد يعني بس أنا أحداث أمنية كانت تخلط حرب كبيرة أخيرا كانت تحصل لسبع أيار ودوحة ليس على البارد لبنان كان أسير توزنات المنطقة وما جرى في المنطقة طيلة السنوات العشر كان حرب كبرى لذلك إعادة تشكل المنطقة لبنان سيكون جزء من هذا التشكل ربما نتيجة تشكيل شبكة أمام فئة ديخ اللبناني لم يتأثر مباشرة أو لم تنتقل إليه عدوة الحروب التي صرت في المنطقة ولكن الأنعطاف في المنطقة من الطبيعي تلقائيا أن تنعكس على لبنان وما يجري الآن في المنطقة من تأسيس ربما لبنان في مرحلة انتقالية نتيجة حالة الانقسام ولكن المنطقة في مرحلة تأسيس لإعادة تشكل جديد أمريكا لم تعد ليس يعني هذا استعراض معنوي لم تعد تقود المنطقة الآن تصارع أو تزاحم على النفوذ ملأ الفراغات في المنطقة نتيجة انحصار الدور الأمريكي وحتى عندما نتحدث عن الانحصار لا يعني نتحدث عن هزيمة المشروع الأمريكي انحصار هذا الدور الآن الحضور الروسي الصيني الإيراني التركي في كل المنطقة هذا ملأ للفراغات لذلك عندما تتحدث حتى عن الدول الخليجية تساعد أو لا تساعد أنا أعتقد يعني لم يعد يوجد في المنطقة نظام عربي بالمعنى الرسمي ربما هو أيضا يحتاج إلى مراجعة وترميم على وفق ما جرى طيلة السنوات الماضية أيضا هذا انحصر الدول العربي هال المسار الذي تسميه مسار التسويات بالمنطقة سيكون لمصلحة لبنان إقليمي اليوم يرجع ينقذ لبنان ويعيد دوره السابق اقتصاديا أو سياسيا أعتقد كان لبنان بالرغم من عدم انخيراته عبر ساحته بمجرى في المنطقة ولكن كان الساحة اللوجستية التي ساهمت بإسقاط مشاريع في المنطقة إن كان عبر المقاومة أو كان عبر الجيش لأنه كلاهما شارك في معركة الحدود اللبنانية السورية وهذا عمل شبكة أمام في الداخل نعم سيكون لبنان أمام مرحلة جديدة من الصعود وليس من الاندصار أو الانحدار هذا ليس صحيح ما عشناه من تداعيات كان نتيجة انشغال المنطقة أو الاشتباك في المنطقة لأن كل الحكومات كانت تعيش حتى الطائف وكل الحكومات كانت نتيجة التسويات عندما انفجر الأقليم تفجرت التنقضات في الداخل اللبناني عودة التسويات إلى المنطقة بالرغم من شروط جديدة لأنه في قوة جديدة الآن بدأت تملئ الفراغات بدل من ما كان سائد في الماضي على سبيل المثال الآن التشارك الروسي الأمريكي الصيني هو حقيقة وليس ربما الآن المستجد الجديد الآن عبر تشكيل الحكومة ربما الدخول الفرنسي خاصة فرنسا استمرت بالعلاقة الإيجابية مع إيران عبر الاتفاق النووي استمرت بالرغم من خروج أمريكا وحتى فرنسا كانت قد تكون أكثر الدول حماسة لعدم قطع العلاقة مع حزب الله أو التصنيف الذي حصل لذلك الآن عودت لا أعرف هذا الحكي جدي عبر إعادة تفعيل التوتال مجددا أو المددق وحتى المرفأ يقال استثمار المرفأ هذا حضور جديد ولكن لم يعد هناك من طرف واحد قطب أو حد يخوض المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة